ومن عنوين صحيفة المراقب العراقي بعد أربعة عشر عاما من فشل قطاع الكهرباء الحكومة تصر على الخسخصة وسط رضا ومعارضة برلمانية تقول المراقب العراقي أصبح العراقيون يوقنون بأن تحسن ملف الكهرباء يحتاج إلى معجزة ربانية بعد أن مضى عليه قرابة الأربع عشرة سنة دون تحسن على الرغم من إنفاق ملايين الدولارات على هذا الملف الحيوي إذ ما زالت الكهرباء بجداول انقطاع غير منتظمة وذاق العراقيون منها المرارة وكانت الحكومة طرحت مشروع الخسخصة ولاقت هذه التجربة رفضا من أكثر من محافظة لا سيما في الديوانية والناصرية والبصرة حيث يصعب على الفقراء دفع الأجور والتكاليف المرتفعة وطالبوا الحكومة بضرورة الوفاء بمسؤولياتها